أهلا بكم يا شباب في المحاضرة الثالثة من محاضرات البيميس النهاردة هنتكلم عن الانتجريتد سيستمز أو الأنظمة المتوافقة في أنظمة إدارة المبنى طيب إحنا قلنا قبل كده أن النظام بتاعنا البيميس مشترك مع تلات أقسام الهندسة الميكانيكية مع المكيفات والمضخات والكلام ده الميكانيكا ومع الكهرباء المحاولات والجنريتورز وهكذا وأنظمة التالي الخفيف زي السي سي تي بي والداتا والآي بي تليفون وهكذا طيب الكلام ده أقدر أخليه متوافق مع الأنظمة دي إزاي يعني لو ركبت كل الأنظمة دي مع نظام البيميس هيفهموا بعض إزاي ده اللي احنا بنسميه إنتجريتد سيستم أو الأنظمة المتوافقة مع بعض يعني النظام متوافق هو عبارة عن نظام في كل الحاجات دي كلهم بيفهموا بعض بلغة واحدة كأنهم نظام واحد كتعريف الانتجريتد طيب تعال نشوف في أنظمة اللو كارنت في أنظمة اللو كارنت نظام الداتا تمام نظام الداتا في المباني بيسموه الستركشارد كيبولينج إن أنا أوصل كابلات سواء كانت تيو تي بي أو كابلات فايبر بتشمل أنظمة اللو كارنت زي الاي بي تي في والآي بي تليفون والآي بي سي سي تي في طيب إيه علاقة البي امي اس بالكلام ده البي امي اس بيبقى نظام مرتبط مع هذه الأنظمة وبالتالي بيسموه انتجريتد سيستم معاهم راكب على نفس الشبكة طيب ده كله هيركب فين؟ ده بيركب في غرفة التيار الخفيف أو بيسموها اي تي روم غرفة التيار الخفيف دايما بتبقى تمام غرفة بيتجمع فيها كل أنظمة الكابلات المرتبطة بالأنظمة دي الغرفة دي طبعا لها مواصفات خاصة بيعتمدها المهندس الخاص بالتيار الخفيف من ناحية المساحات لها سقف ما لهاش سقف الغرفة دي تبقى في الدور الأرضي في الدور الأول في الدور الثاني ده كله بيعتمد حسب التصميم فانا بمرر عليها كل الكابلات اليو تي بي اللي هي كابلات الكات سيكس أو الكات سيكس اي وكابلات الفايبر اللي احنا بنسميها مالتي مود فيبر أوبتيكس او هنخدها مم فو مم مالتي مود فيبر أوبتيكس مم فو كابلات الفايبر أوبتيكس لو أنت فاكر كابلات الفايبر أوبتيكس يا أخوانا الاستاندرد بتاعها من الفين متر ممكن توصل من الفين متر لحد تلتميت متر بس في الريال المسافة الفعالة بناخد المسافة تقريبا خمسمائة متر طيب كابلات الكات سيكس او الكات سيكس ايه اللي هي اليو تي بيه تمام اللي هي الكابلات النحاسية بتاعتنا دي دايما بيقولك لازم لا تتخطى تسعين متر المسافة بتاعت كل كابل وبالتالي انا هبدأ اوصل بين سويتشات بكابلات ام ام اف او اللي هي مالتي موت فايبر اوبتيك تعال نشوف رسمة توضح لنا الكلام ده عشان تبقى انت متخيل الموضوع ماشي ازاي الموضوع شباب بيبقى ماشي انا بجيب عندي الرق الرئيسي عندي الرق الرئيسي اللي هو الرق ده ده الراق الرئيسي ده جواه بيكون السويتش الرئيسي يعني الرق الرئيسي ده راكب جواه الكور سويتش بيتوصل له طبعا خدمة الانترنت او الوان wide area network شبكة النيت وبيبقى داخل عليه السويتش الرئيسي طيب المين كور او الكور سويتش ده بيطلع بقى هنا بيروح يوصل على سويتشات خاصة بانظمة كاميرات المراقبة السويتشات خاصة بانظمة البيلدينج مانجمينت سيستم حاجات خاصة بيه التليفون طيب وبيطلع منه وصلات فايبر مالتي مود فايبر اوبتيكس توزع على الأدوار الدور الأول الدور الثاني الدور الثالث العاشر وهكذا يطلع على الدور الأول كابل فايبر يوصل فيه سويتش بتاع التوزيع بنسميه ديستريبيوشن سويتش فين في الاي تي روم يطلع منه يروح لكابل داتا يركب عليه كمبيوتر او كابل اي بي تليفون ركب عليه تليفون او كابل اركب عليه اي بي كاميرا او كابل اوصل عليه اجهزة البي ام اس او بنسميها البي ام اس انترفيس طبعا الكابلات دي ممكن تكون كات سيكس كات سيكس اي كات سيفن وهكذا حسب المصمم يبقى احنا بدأنا نعرف ان البي ام اس بيبقى البي ام اس انترفيس جزء من شبكة بنسميها يا شباب تمام لو احنا رجعنا هنا لستركشورد كيبول استركشورد كيبولينج نظام الداتا في المبنى كله مربوط عليه كل الانظمة بسويتشات وكابلات فيبر او كابلات يوتيبي بدأنا نقول والله اهو بيجي الراجل يروح واخذ المين كور سويتش اهو يروح رايح للسويتش الفارعي او الديستريبيشن سويتش تمام لو المسافة كبيرة مش كل دور بيبقى له سويتش واحد لا ممكن كل دور بيبقى له 3 اربعة سويتش حسب الزون بنقسمها زون او بنقسمها اريا تمام وبنوصل بينهم فيه طبعا يا اخوانا فيه تحويلات بتكون موجودة يعني فيه ناس بيقولك لا والله نامشي من السويتش مثلا لتحويلة بيسموها ميديا كونفيرتر بتحول لي من الفايبر اوبتيكس المالتي مود فايبر اوبتيكس اللي هو تقريبا 500 متر المسافة بتاعته وايجي قبل الجهاز اللي انا اركب عليه يوتيبي واروح اعمل التحويلة دي اللي هي بيسموها ميديا كونفيرتر دي بتحول من الفايبر اوبتيكس لكات سيكس التحويلة دي موجودة بيسموها media converter طيب المشكلة بقى في ان الانظمة دي بتفهم زي زي واحد بتفهم بعضها ازاي انا بتكلم عربي بس واحد تالت بتكلم انجليزي بس واحد تالت بتكلم ياباني بس واحد رابع تكلم الماني بس فراح قال لك والله احنا نعمل حاجة بيسموها قواعد واسس الناس تبدأ تتعامل معها دي بيسموها بالعربي البروتوكولات البروتوكولات دي عبارة عن مجموعة من القوانين والاسس والقواعد اللي بتحكم حركة البيانات وحركة التعامل بين الاجهزة طيب في منها زي ايه اخوانا في عندي تي سي بي على اي بي ده مهم جدا لازم نحفظ تي سي بي معناها ترانسفير كنترول برتوكول على انترنت برتوكول ترانسفير كنترول برتوكول على انترنت برتوكول بنستخدم كتير جدا طيب في البي ام اس ايه الحاجات اللي موجودة عندي في عندي باك نت لازم تحفظ backnet على over ip بيسموها backnet over ip building building تمام building automation control network backnet backnet ايه لوجو بتاعها backnet اشري تمام ده عبارة عن building automation control network حلو كده ده احد البرتوكولات اللي بستخدم فيه انظمة البي ام اس طبعا هنا انا بوصل من خلال البرتوكول transfer control protocol على انترنت هو ده اللي بتفهم بالكاميرات وانظمة ال data والتليفونات من النظام بس بالنسبة ليه البي ام اس لا والله هو بتعامل مع النظام الامريكي بتعامل مع بروتوكول اسمه backnet وبتعامل مع الموت باس وبتعامل في الاوروبي مع اللونج مارك يبقى انت عندك ثلاث انظمة backnet backnet م اس تي بي وموت باس وايه لونج مارك التلاتة دول يا شباب خاصين يبقى ال backnet م اس تي بي واثنين الموت باس رقم تلاتة اللونج مارك دول خاصين بانظمة ال بي ام اس لازم يتفاهموا مع ال تي سي بي على اي بي طيب المشكلة ان لو في اجهزة اشتغلت باك نت وفي اجهزة اشتغلت موت باس وفي اجهزة اشتغلت كينكس هنعمل اي بقى قالك والله احنا هنعمل مكتب ترجمة بيسموه هو ده الحل الوصيح ان كل الناس تتعامل باللغة بتاعتها وتفهم بلغتها بس لما تيجي تتعامل مع مجموعة اخرى تروح لمكتب الترجمة ده وتدي له الحاجة وهو يترجمها للغة الناس التانيين طيب مكتب الترجمة ده اخوانا لازم نحفظ كويس جدا اللي هو ال جيتوي او الراوتر ال جيتوي او الراوتر بيسموه جيتوي ينفع يسموه راوتر نفس المسمى او بيسموه بي ام اس اي اف يو بيسموه انت دايما هتلاقي بي ام اس اي اف يو انترفيس يونيت او راوتر او جيتوي طيب ايه لازمة ال جيتوي انه والله لو في مجموعة اجهزة مثلا يشتغلوا ببروتوكول رقم واحد كان ده موت باس وفي مجموعة تانية اشتغلت ببروتوكول رقم اتنين وفي مجموعة تانية اشتغلت ببروتوكول لونج مارك كل دول يروحوا رايحين على مكتب الترجمة اللي هو الجيتوي وهو مكتب الترجمة اللي يوصلهم بقى بالتي سي بي على اي بي ويبدأ يفهم الناس دي تمام يتعاملوا مع بعض ويتعاملوا مع البيانات ازاي طيب تعالى نشوف الموضوع ده اهو لو انا عندي جيتوي تمام عندي جيتوي او انترفيز يونت مجموعة من الاجهزة لو لغتهم لونج مارك مع بعض يتكلموا بلونج مارك مفيش مشاكل لما اجي ابدأ افهمهم تمام لازم اروح لمكتب الترجمة الجيتوي وهو اللي يضلع لي البرتوكول ده على الشبكة اللي هي بتبقى باك نت باك نت اوفر اي بي او تي سي بي اوفر اي بي هنا بقى بيتم بيتم التعامل او التفاهم طيب لو في مجموعة اجهزة بتشتغل باك نت ام اس تي بي برضو الاجهزة بتتفاهم مع بعض ولما تيجي تطلع تكلم اي حد تاني بتروح لازم من خلال الروتر يعني لو المجموعة دي هتروح من خلال الروتر ترفع الداتا تمام من خلال الروتر ده يحول البرتوكول بتاعها وينزل يفاهم المجموعة التانية اللي تحت طبعا ده كله بيتم تحت المين كور سويتش او الكور سويتش طبعا الكور سويتش مربوط بالورك ستيشن من خلال التي سي بي اي بي وكله مربوطين بسيرفرز وممكن اكون عندي برينتر عشان ابدأ اطبع لو انا محتاج اي شيء يبقى ازاي ازاي المحاضرة النهاردة بتتكلم عن ازاي الاجهزة دي بتبقى انتجريتد مع بعض انتجريتد سيستم انتجريتد سيستم بتيجي مع انظمة الستراكشورال كيبلينج ان فيه انظمة زي التيفي وانظمة التليفون وانظمة السي سي تيفي دي كلها بتتعامل ببروتوكول بنسميه تي سي بي اوبر اي بي طيب فيه انظمة تانية بتاعت البيمميس مختلفة لازم عشان نفهم الناس نركب راوتر ممكن الانظمة هنا تمام بتشتغل حسب النظام الخاص بالبيمميس اللي انت ايه مركبه يعني انت ممكن تكون مركب باك نت ممكن تكون مركب مود باس ممكن تكون مركب لونج مارك لونج مارك الاجهزة مع بعض بيفهموا بعض بس لما يجي يكلم المود باس لازم يعدي على مكتب الترجمة او الراوتر وبالتالي فهمنا الانتجريتد سيستم ان كله لازم يعدي على ال جيتوي او الراوتر اللي هو ده عشان يبدأوا يتفاهموا مع بعض ويتفاهموا مع بورتوكول تي سي بي اوبر اي بي واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بانظمة التحكم في المبنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته